حاجة غريبة يعني مشاكل بتطلع من الهوى في الزمالك يعني ان الزمالك جدد مع محمود علاء وجدد مع حزم امام اللي عقودهم بتنتهي هو يعني مد عقد محمود علاء وجدد عقد حزم امام وانتك تكتشف فاك ان فيه مشكلة ان اللعابة ده عايزة مقدمات العقود اللي اتفقت عليها محمود علاء مفترض هاخد اتنين مليون جنيه باين ولا اعرفش ايه وحزم امام كان عايزة اخد اتنين مليون جنيه من مواده معاعده عليل تفهمات كتير فقالولهم لأ مش دلوقتي بعد الموسم ما ينتهي لان دلوقتي اللي عملناها فان مخالفة مالية واصله معارفش ايه حاجات كده غريبة يعني يعني فلدرجة انه بتقال ان حزم امام خد عده وقطعه اللي جدده وبيتقال كده او قد عده وخباه قالهم خلاص نبدأ بقى من جديد وهتعاد يا عم ومش حاجة مش موقف غريب جدا يعني موقف بتبقى وانه ده حب اسماعيل يوسف يتدخل وانه حزم امام كان عايزة يمضى تلات سنين فخلاه له سنتين فالسنتين دول بتمانية مليون ونص اول سنة باربعة وتاني سنة باربعة ونص طب الدول يبقدم بتاعه طب انا عليها الاتزامات باشتري بيت باشتري عربية طب انا مفلس طب انا بتاع مفيش فاية الوقت خد فلوسه ايه وخلعه بيقال انه ده مقصود مع حازم امام لانه حازم جابه المسلوسي بتاع صفخصي والمسلوسي حمزة المسلوسي بلعب باكرايد وعندهم احمد عيد صعد كباكرايد كمان الزمالك بيتكلم على صفقة اشتركوا في القناة